أبو عبد الله من السعودية ألم في البطن بيقول خد حبوب قالوا له لا دا انت في عندك دهون على الكبد بس ما حللوش مشكلة الألم بيقول هل ممكن دهون الكبد دي أسبابها إيه أسبابها الأكل المفرد في الدهون يا أبو عبد الله مشكلتها عدم الحركة تمرينات مشكلتها الأكل والنوم مباشرة خصوصا الضاني وانتو ما شاء الله بتاكله ضاني وكابسة يعني وما ألز الكابس أنا مش بعيب عليها ولكن أكلها باستمرار باستمرار مع عدم الحركة ومارسة الرياضة بيجعل تدهن في الكبد علاجه إيه؟ علاجه ناخد الهندباء البري نمنع طبعا الأكل ويمكن دلوقتي بقى عندكم الكابسة بلحم الحاشي اللي هو لحم الجمل ده أفضل جدا جدا من لحم الضاني يعني يا ريت بقى في محلات وكده وريت انتو في البيوت تعملوها باللحم الحاشي بتبقى ممتازة مارسة الرياضة بصفة مستمرة نصف ساعة في اليوم عمل تمرين